موسيقى بالقصر الملكي بالرباط استعرض رئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة تشكلة من الحرس الملكي أدت التحية موسيقى وقد قدم التمر والحليب لرئيس الحكومة التونسية جريا على التقاليد المغربية العريقة إثر ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الذي قام بزيارة رسمية للمغرب وذكر بلاغ للدوان الملكي أن هذه الزيارة التي تاتي بضعة أيام على تولي السيد مهدي جمعة مهامه على رأس الحكومة التونسية الجديدة تجسد الروابط الأخوية القوية التي تجمع بين البلدين وخلال هذا الاستقبال كلف جلالة الملك السيد مهدي جمعة بإبلاغ تحيات جلالته الأخوية ومشاعر تقديره للسيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية كما جدد جلالة الملك التعبير عن تهانئه الحارة لمجموع القوى الحية التونسية التي برهنت خلال هذه المرحلة المتميزة من تاريخ تونس عن حس عال من المسئولية وعن تشبثها بفضائل التوافق وحرصها الدائم على الحفاظ على المصالح العليا لبلدها وما الإقرار الأخير للدستور الجديد للجمهورية التونسية إلا أصطع دليل على ذلك وأكد جلالة الملك الاستعداد التام للمملكة لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين وتعزيز التشاور بما يساعد على انبثاق نظام مغاربي جديد قائم على قيم الاحترام المتبادل والتضامن والانفتاح الديمقراطي وتحرير الطاقات بما يعود بالنفع على الشعوب المغاربية الخمس من جانب عبر السيد مهدي الجمعة باسم الشعب والحكومة التونسيين عن صادق التشكرات لجلالة الملك على الوقوف البناء للمملكة إلى جانب تونس في انتقال نحو التقدم والديمقراطية وأطلع السيد مهدي جمعة جلالة الملك على السياق السياسي والاقتصادي والأمني الذي تعرف بلاده حاليا والأهداف التي سطرت الحكومة بتشاور مع رئيس الجمهورية كما أشهد بالاهتمام الخاص الذي تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين بإيلائه لطلب الحكومة التونسية والمتعلق بتعزيز التعاون في المجال الديني لا سيما في مجال تكوين الأئمة التونسيين بالمغرب طبقا للمذهب المالكي المنفتح والمتسامح حضر هذا الاستقبال عن الجانب التونسي السادة منجي الحمدي وزير الخارجية وحاتم عطلة المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة وشفيق حجي سفير الجمهورية التونسية بالرباط وعن الجانب المغربي السيد صلاح الدين مزوير وزير الشؤون الخارجية والتعاون